هذه هي العجينة السحرية التي ستتحمر لك وجهك عجينة بدون حالب بدون زبدة بدون بيت كدش من أحسن العجائل التي ممكن تحضره العجينة التي قمت بها تتحمر لكم وجهكم فيها سنخرج اقتراحات اقتراح مالح و اقتراح حلو قائما نجيب لك غير الحاجة التي تسهل عليك العجينة سنحتاج نصف كيلو دقيق ما يعادل جوز لايف إذا عبرتوا بالكيسان خمسة ديال الكيسات الزلفة ديال الفينو او السميد الناعم ما يعادل 250 جرام اي رابعة معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال الخبز ما يعادل 10 جرام و معلقة ديال السكر انا عملت معلقة صغيرة تقدروا معلقة كبيرة ديال لاسل و نجمعوه بالماء الدافئ والدقيق اللي كنخدم به معاكم دائما ندقيق النوعية الخاصة بالحلويات سنجمعو العجينة ديالنا ونطلعوها من الاول خفيفة ندلكوها مزيان و نضيف الماء لاحظوا معي العجينة تماما غادل العجينة ديال السفنج تقلم العجينة ديال السفنج واحد شوية بالاخر ندهن العجينة ديالنا بالزيت بعد مما تكون دلكت مزيان اخوات لي ما يقضوش يدلكو جبعو العجينة غطيوها واحد خمسة ديال بقيق ورجعو ديوها و جيبوها ركت دلك مزيان نغطيو على العجينة ديالنا بعد مدهننا للواجه بالزيت و نخليوها حتى يضعف الحجم دياله نعمره بحشوه اللي بنينا و النص غاد نخليه بلا حشوه حشوه اللي مشاهيها و اللي غاد ندير بسلا بورو مع صدر ديال الجج حتى تشحره اضيفت مليحة و يبزار شوية شوية و غاد نضيف الصبانيخ عندي هنا نص كيلو و خاتب اليكم الكمية كثيرة ركت نزل هدي هي الورقة ديال الصبانيخ تقدروا تديرو اي حشوه بحل متلا مغيتو تديرو الصبانيخ اذا تقدروا تديروهم مع الوصله العادية و الكفته حتى هما كيجيو زوينين او صدر ديال الجج بصله بورو عندكم الاختيار في الاضافة اللي بيتو تديرو مع الصبانيخ صبانيخ غير كي نزلو نشحرهم زيان تكي نشفو مدهك الماء غاد نحيدهم فوق النار غاد نزيت جوج معلقة ديال الجبن اي جبن عندكم و جوج فرماجات متلتين تقدروا بطبيعة الحلة ما عندكم شل جبن تديرو ربعة ديال الفرماجات تقدروا تزيدو الفرماج مدزاريلا او اي فرماج او ضع تغير الجبن ديال الكيلو كريم شيز و زيت جوج حبات ديال الفرماج متلت و متصوروش حل كتجيبنين الحشوه عجينة ديالي موجهة الحشوه تكن ضاعف الحجم ديالها غاد ينقسموها كويرات و لاحظتوا العجينة ما شاء الله عجينة اللي كلها فوقاعات عجينة اللي رائعة جدا وهاد الفوقاعات دائما كيدلو على الناجح ديال العجين ديالنا قسمت العجين الكويرات صغيرين ماشي كبار ماشي صغر و نجيبوهم تقريبا متساويين من بعد غادي ندوزهم كلهم داك الكويرات في الفينو من بعد ممن دوزهم في الفينو دوبت هنا يا جوج معلقة ديال الزبدة و غادي نزيد معها تقريبا شوية ديال الزيت بص نضغط عليها شي شوية نوضع شوية ديال الزبدة نوضع عليها الكويرات الثانية نوضع شوية ديال الزبدة ونوضع الكويرات الثالثة بهات الشكل نديرو ثلاثة ديال الكويرات على بعض مفروقين بالزبدة وهاد العجينة هادي غير طلعوها خفيفة غاتعجبكم بزاف بزاف في الخدمة عجينة اللي ما نقول لكم شي رائعة كن هاكا نصرحو ثلاثة ديال الكويرات نفرقو بيناتهم بالزبدة بهات الشكل نضغطو عليهم دائما نداشتو العجينة نشفات رشو بالفنو او السميد الناعم جدا الشكل اللي غادي يكون بلا حشوة كنديرو ثلاثة ديال الكويرات اللي غادي نعمرهم بالحشوة غادي ندير غير جوش كويرات كنقرس هكدا على الكويرات كنوضع ما بين كل جوش الزبدة بغيتو يجوكم اللي ما عمرين كبارين تقدرو تديرو ثلاثة 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 بحلي عمرين بحلي ما عمرين شي انا نعطيكم جوش اقتراحات انتم ما تقدرو تديرو اللي غير بالحشوة تقدرو تديروهم بجوش تقدرو تديرو غير اللي خوين ها هي الفكرة عندكم هادو ديال ثلاثة كنزيد عليهم معلقة ديال الزبدة والزيت من الفوق وكنجمع بهات الشكل كنجمع بحل ملوية او بحل كويرا وكنا يجينا في الاخر مخمار بحل ملوي صافي هنا كنجمع لاحظوا معايا ذاك الزبدة في الوسط هي اللي كتعطي ذاك التوريقات كنجمعوا الاطراف بهات الشكل وهنا في هاد المراحل را ما تنستنوش على العجين يختامر حيث العجينة مدلوكة مزيان بمويها دافية مختامرة في المرة اللولة فهاد المراحل را ما شاء الله كتطلق راسها بوحديتها ناخذت الكويرات اللي دايرا فيهم جوج كنضغط عليهم شوية مع سطح العمل او تنقرسهم كنوضع الحشو طبيعات الحل كنعود ناكد الحشوة كتبقى اختيارية هاد المخمار اي حشوة عملتولو كتجي زوينة غير الخضراء ببوحديتها كتجي فيها رائعة الخضراء مع الشحمة الخضراء مع الكفتة عندكم الاختيار صافي وتنسدها للحشوة بهات الشكل كنا نجر الجوانب وتنجمع باش ميجيناش ملتحت غلاد ومن فوق مثلا مرقي قصنا يجينا بحل فوق بحل تهت صافي تنجمع بهات الشكل بحل كمي ميسات وتنبدا نقرس ما كان خليهم لايرتحوا لتشي حاجة العجينة اذا كانت عندكم مرتاحة وعطيكم الطع ما تستنوش عليها تختامر مباشرة دوزوا وقرسوا اذا شتوا العجينة مثلا ما عطيكمش الطع خليوها ترتاح حيث ما كان المبتدئات ليقدر العجينة ما طلع لهم مثلا قصحة ولكن كان عاود ناكد العجينة تكون خفيفة قرست اللي خاوين وقرست اللي معمرين كلهم على سطح العمل وغادي نبدأ الطياب طياب كان دهال مقيلة بشوية ديال الزيت وننوضع هكا بخمرة ديال اللي كان بدأوا نطيبوا بهادو اللي ما فيهمش الحشوة دائما بالخصوص اذا كنتوا تخدموا بمقلة وحدة انا هادو نطيبوا وحدة بوحدة ولكن اخر اللي معمرين غادي ندير مقلة اخرى اللي غتهزلي ثلاثة طبيعة الحال اذا عندكم مقلة كبيرة تهزليكم جوجولة هادي مويم على حسب القياس اللي غتهزليكم طياب كان دهال مقيلة بشوية ديال الزيت كانوا وضع المخيمرة ديالي غير كي تشمعوا شي شوية بالطياب كان قلبهم وكان بقى غاده هاك كيدابا ولي نشفو كان دهن بزبدة وزيد ويستحسن تخدموا بالزبدة ديال العلب او الزبدة ديال الاكل كتطيف المخمر لداء اكتر او للزبدة ديال العبار كتجي بنينا كتر انا خدمت بالزبدة العادية زبدة عادية ديال المارغارين ولكن زعمالي عنده السمن او كيتوفره الى الزبدة ديال العبار اصدقوني كتجي خاطيره في الطعم فكان شاركت معاكم كتر من وحيدة كالطيب باش شوفوا ما شاء الله كيف كيتنفخ كيف كيجي محمر بحل لدير الملوي وهو كي طيب انتوما قلبوا وعودوا قلبوا باش كينتفخ بهاد الشكل وكيجي مفرقوا النار دائما متوسطة صافي هدي اخر وحيدة انا درت 6 هكا خاويين ودرت 5 معمرين تقدروا عندكم الاختيار تديروهم كلهم معمرين او كلهم خاويين او ديرو النص انا كيعجبني بحل هكا نعمل عجينة وحدة ونص نعمره ونص لا هنا درت مقلاخورة كبيرة وضعت هكا الثلاثة ديال المخيمرات اللي معمرين كندهنوا المقيلة بالزيت كنحطوهم كندهنهم بالزيت وهادو اللي عمرين ما نقلبوهم مش بزاك خليوا ما كتيشدوا الطياب مزيان وعاد نقلبوهم وصافي ومن بعد كنكملو لهم التحمير وهو ما بقين يعني عاد تشمعوا ما نقلبوهم شي باش داك الحشوة ما كتخرجوا الناشي اه صافي كنكملو لهم الطياب وكيكون هدا الشكل ديالهم ما شاء الله كيتحمروا كيف ملتحت كيف ملفوق هدا الشكل الاول اللي خاوي كيجيوا مخيمرات ملويات مورقين رائعين جدا خفافين فيهم واحد الخفة ديال السفنج فيهم واحد توريق ديال الملوي وما نقول لكم ش اعلى لدة فيهم وهدا الشكل اللي معمر كيجي تهوا بهذا الشكل خفيف بزاف بزاف هنقسم معاكم شوفوا كيجي بحل فوق بحل تحتو داك الحشوة في الوسط داك العجينة را متتحسوش بيها وفيها واحد طعم رائع جدا والحشوة ديال السبانة كتبقى من الحشوات اللي صحيين وزوينين هكا وخفاف انتمنى ان شاء الله يكونوا واضحين لكم وتجربوا هاد الاقتراح فان شاء الله غاد يعجبكم بزاف وما تندموش عليه اقتراح اللي قيمة في الروعة عجينة وحدة سحرية غزالة تخرجوا منها جوج اقتراحات اقتراح ينسيكم في اقتراح وهكا المخيم رادينا ما شاء الله كيجيوا ولا ارواع اتمنى ان شاء الله جربوا هاد الاعجينة تبعوا النصائح اللي اعطيتكم طلعوا اللي عجينة خفيفة بموها دافية طلعوا لي يا بعجينة اللي شهوة منها تحمر لكم وجهكم صحة والراحة